السلام عليكم لبنات كراكم دائرين ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو اليوم جبت لكم عصير منعش عصير الليمون والموز يجيب بزاف ابنين وشباب عصير رمضاني هذا اللي نقدر نقولها لكم وفي نفس الوقت هذا العصير ستقوني جربتوا انا شخصيا مفيد 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 بل بزاف للناس اللي عندهم حموضة في المعيدة يعني تشرب يكاس منه ستقيني جربتوا انا شخصيا ان شاء الله بر الوصفة تعجبكم اخوات اللي اكتشفوا القناة مجددا ولا دخلتي اول مرة اقول لكم ما تنساش اختي فضلا منك وليس امرا اشتركي في القناة وفعلي الجرس بها يصلك كل ما هو جديد روحوا الان نبدأ مباشرة في المقادير وطريقة التحضير تحد العصير الرائع كما سبق وتكلمت في بداية الفيديو عصير منعش بالليمون والموز يجيب زافة بنين هاد العصير ممكن تتحضري في اخر دقيقة يعني اذا اكتبت تحضري الشهر رمضان ويقدم بارد لازم تقدميه بارد المكونات التحضير العصير انا جبت لكم هنا مقدار تعلق الليتر لتعلق الماء يكون بارد انا نبغي العصير ان نخدمهم بالماء بارد لنا نصف كاس تعمية ونواربعين ميلي لتر حالي بموجة فف لنا ثلاث ارباح كاس تعلق السكر العادي لنا كاس تعاصر ليمون ما يعادي لزوج حبات تعلق عصريهم لنا حبة تعلق البانانو ولا حبة موز تكون شوية موجتي وعندي يزوج مغارف كبار تعلق بودرة الشانتيه بودرة الشانتيه ممكن تستغني عليها هذا العاصر هذا غادي نحضره في الميكسير اليوم اول حاجة عصرت الليمون كيما راكم تشوفوا اعطاني كاس صفيتو ونضيف عليه في الميكسير نضيف عليه السكر ونضيف عليه الليترات على الماء اللي تكون باردة بها الطريقة والميكسي هاد المكونات ونسبح لي مكونات أول تشوف الليفاني ندرك الليفاني حتى تشوف السكر يبدو من حسب واحدي من الليفاني نضيف الليفاني نضيف نصف عصري يجب أن تكون بودرة نضيف ميكسي تمليح نضيف الموز نقلع كامل هذه الخيطة نضيفها للعاصر هنا قسمت العاصر لأن الإناء لا يقضي نضيف ميكسي نضيف ميكسي لكن إذا كانت الميكسر كبير و الإناء كبير يقضي ميكسي الآن بعد أن نضيف الموز نضيف ميكسي مليح يجب أن نضيف كامل الموز لا يبقى في القطعة صغيرة يجب أن يكون خالط واحد بهذا الشكل نضيف ميكسي في الموز بعد أن الأحلام نضيف ميكسي نظيف مراحل في الأخداء نضيف الحليب المجفف و نضيف مزيد بداية و من س Billy بعد ذلك يجب أن تضيف مغرفة صغيرة باتاروم ونضيف لكن يجب أن تستغني عليها تستغني نتيجة روعة ندخلها للثلاجة ونجعله يبرد مليح مليح ونقدمها لكم جاهز عصير الليمون والموز سوف يجهز هذا هو الشكل كما قلت لكم لا تخافوا منه سوف يناجح مئة في المئة وكما قلت لكم رائع لا تكون لديك حموضة في المعدة ستقوني الشربي منها خاصة إذا كان بارد وهذا العاصر يقدم بارد لا تقدمه شحامي هنا تريد أن تضيف مكعبة ليمون أو لا يبقى لك الاختيار انا هنا فقط على الوجه سوف نرى القوام التعاكي فشجة قوام رائع وتقيل هنا بالنسبة للكتافة تبقى دلاجة تقيل ممكن تزيد شوية عالماء يكون بارد أو شوية حليب بارد كما تبقوا وتعاودي تميكسي مرة أخرى تتوصلي عفوا للقوام اللي راكي باريته هذا القوام أعجبني يعني هذا كل ما ترتع الماء ما ضفت شمعه مازد طوال ومازد لعماء لحليب فقط مغرف تحت السكر لانه جني شوية خاصة السكر يعني ثلاثة أربع الكاس وزيد فوقهم مغرف هذا هو العاصر التعنا هنا يتقدميه الأفراد العائلة تقدميه في مائدة رمضان إن شاء الله يجي رائع بل بزيف خاصة انه الموزره هرخيص ورنا في الموسم تعليمون نجربوه وردوا لي الخبر في التعليقات ما بقى لغي نقولكم أخواتي ما تنسوش إذا أعجبكم الفيديو تدعموني بلايك تشتركوا في القناة تتفعلوا الجرس بايس لكم كل ما هو جديد وإلى الملتقى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر